لم يستفق أطفال عائلة الزعتري بسلام اليوم ولم يذهبوا إلى المدرسة كما جرى تلعادة فألية الهدم الإسرائيلية كانت كافيلة بإيقاظهم رعبا منذ الصباح الباكر خاصة بعد أن أخرجتهم سلطات الاحتلال عنوة من بيتهم واعتدت عليهم بالضرب لتباشر بهدم منزلهم الكائن في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس دون سابق انذار وبالذريعة المعهودة ذاتها عدم الترخيص الساعة ستة الصباح يعني مشفناهم اللهم جايين علينا ولا بحكونا أطلع برة وإحنا معناش خبر يعني بدون سابق انذار أجوا علينا وحكونا أطلع برة ولا يعني معناش خبر بالمرة أطلع برة مرضوناش نطلع البنات يعني كانت بنت تدرس مرضويا ولح اللهم يعني بالقوة أطلعون برة يعني لو ما طلعناش بهدوها عروسنا هذا البيت مساح كمبيت متر أعيش فيه أنا وأولادي وجوز وحماتي تمانية تمان أشخاص عايشين شتتونا شردونا يعني مصيرنا الشارع حلق كيش يعني ماء وثاني وبين خيارات أحلاها مر يجابه المقدسيون معيقات جمة تفرضها ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية عليهم خلال إتمام إجراءات السكن في القدس فرغم ارتفاع تكليف استصدار رخص البناء ترفض إسرائيل في معظم الأحيان وبعد المماطلة منحها للفلسطينيين سعيا لإبقاء الأراضي خالية أمام مخططاتها وتوسعها الاستيطانية ما يجبرهم على استئجار الشقق السكنية بتكاليف باهظة مع دفع الضرائب التعجيزية أو المغامرة في البناء دون ترخيص أو الهرب للسكن خارج حدود القدس لانخفاض معدلات الإيجارة كنا نطلع على المدرسة ومجهزين إحنا وإمه وأجل شرطة فجأة وهدونا دارنا وطروا منها ودفشونا وهدو نيحة ومرتش اليوم المدرسة عشان كنت في جميع حدات الهدف فيش النور فلاي أنا ولا أخوتي مشارفين نروح ويؤكد الحقوقيون أن انحسار وشح الأراضي المهيئة للسكن في القدس لا سيما المطوقة بالمستوطنات شكل مشكلة السكن الأبرز في العاصمة إلى جانب ارتفاع معدل عمليات هدم المنازل فيها بنسبة 44% وهي النسبة الأكبر هذا العام بين مجمل البيوت الفلسطينية المدمرة والتي شملت 11 عائلة مقدسية اختارت الهدم الذاتية لمنازلها تفاديا لدفع غرامات مادية على عدم الترخيص وتكاليف آليات الهدم الإسرائيلية بين هدما مفاجئا وآخرا ذاتيا تسجل إسرائيل نصفها زهاء 230 منشأة للمقدسيين منذ مطلع العام الحالي وسطا عدم الأراضي وحرمانهم ترخيص البناء لتمسي قضية سكن الفلسطينيين في القدس كابوسا يؤرقهم ويبقى هذا الركام أيقونة سمودا وصراعا أزالية مع شبح التهجير الذي بات يلاحق كل مقدسيا في العاصمات العربية لبرنامج القدس ياسمين أسعد قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر